موسيقى الليلة مع نديم الإسلام السياسي من نجاح إلى نجاح والرد الإيراني على اغتيال فخر زاد يتحول إلى ترند عالمي وماذا في جعبة بايدن لمستقبل العلاقات مع طهران خبرين الليلة بفيك نيوز وعزيز المشاهد إذا كنت من المتحمسين للإسلام السياسي فأرجوك ما تكمل المشاهدة احضار شي تاني طلعت فلات خبرنا الأول من تونس فبعد ما قدم القيادة بحركة النهضة الوزير السابق لطفي زيتون استقالته من منصب المستشار السياسي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومن الحركة ككل اعترف زيتون بمقابلة صحفية بفشل الإسلام السياسي ببلاده وقال إنه الإسلام السياسي تسبب بحالة انقسام في وقت ضاعت فيه مطالب الثورة بين ركاب السياسيين هذه طبعا أحدث أزمة داخل الحزب الإخواني اللي عم يشهد خلافات داخلية هائلة بتونس اعتراف شخص بمستوى لطفي زيتون بفشل الإسلام السياسي هو مثل اعتراف الكارداشيينز بفشل الرياليتي تيفي خبرنا التاني مش بعيد عن الخبر الأول اللي بيسمع لطفي زيتون بيقول إنه الإسلام السياسي فشل بتونس بس نجاح باهر بمطرح تاني لحد ما يقرأ تصريحات القيادي الإخواني التاني التركي أحمد داود أجلو اللي اتهم أردوغان بخيانة الأمة التركية على خلفية باع 10% من برشة اسطنبول لصالح قطر وبيقول لأجلو لأردوغان لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد وبيقول إنه مهندس آلية الفساد في تركيا هو حزب العدالة والتنمية هو الخبرين بنفس الوقت تونس وتركيا والاعترافات بفشل هي لقادة الإخوان بالبلدين هؤلوا مش قادة بسيطين قادة إخوانيين ببلدين اللي فالبطل يشاهد البرنامج يرجع لأنه بعد في فقرات من أنت مش معقول يعني منك طبيعي يعني ما صدقنا طلعنا من اي طول ديوسو طلع طلي بالرد الإيراني ومتى هو كفى وصير وهاي رده 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 والرد الزكي اللي كنا عم نحكي عنه ما هو الرد الزكي رده الرد الزكي حظية اسم العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاد باهتمام واسع في منصات مواقع التواصل الشمعي طبعا بكل اللغات ووصل إلى الترند العالمي بعد تأكيد إيران أنها سترد على هذه الجريمة فضل فضل ترند وانت تكتب لي اين الرد وما هو الرد ورد زكي درد زكي ديجيتل ترند لك جماعة هلا بالخميس عم بيموتوا فقع هاجتاك جمعة مباركة راح انتهى بالمناسبة اللي بعد بيبعط لي جمعة مباركة وظهور وبخور من الصباح بلوك ما أنا عملت حاسسية من البخور بعرف أنه ديجيتل بخور ديجيتل بس بتحس فيه مثل ترند فخري زادة بيحسوا فيه بأماركة حسوا فيه كيف شو خص أمريكا؟ ما هي التي تقف وراء الاغتيال يا أهبل؟ تسريبات أمريكية تؤكد توروطة الأبيب باغتيال فخري زادة استدراج لطهران أم تبرير لردها المتوقع لا يكون تسريب في أمريكا إلا وكانت وراءه غاية محددة فما هي خلفيات هذه التسريبات؟ هل تهدف الاستدراج إيران لرد سريع وعنيف يشكل مبررا لترامب وصقوره لشن عضوان عسكري عليها؟ شفت؟ صحيح أنه إسرائيل هي اللي قتلته على الأرجح بس أمريكا هي اللي عم بتسرب من شان إيران ترد وبس ترد يضربوها ضربة قاسمة بس إيران أسكى من هيك لن نعطيهم فرصة إنهائنا بالضربة القاضية رح ننتهي بس شوي شوي بالنقاط بعدين صراحة صراحة الرد الخارجي رح يبلش من مطرح تاني الرد العسكري سيطال فقط إسرائيل لن يشمل بطبيعة الحال توسيع هذه الدائرة أو توسيع لتسمنوا الحرب شاملة جباء أكبر على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية صحيح؟ بهذا الإطار فقط نعم بالطبع لا أتوقع أن يكون الرد الإيراني على هذا الهجوم الإرهابي المحدد أن يكون مواجها ضد أي طرف غير النظام الإسرائيلي هذا هو الرد الزكي الواقعية السياسية البراجماتية المفوق بنفسجية التقوقع المبعد سوسيو انتظاري شو يعني شو يعني سوسيو انتظاري هيدا آيات الله انتظاري بإيران الجديد المرشد الجديد اسمه آيات الله انتظاري بس لك حلو الواقعي شو بدك خلينا نكون واقعيين من هذا الذي يوهم نفسه بأنه أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية ما عنا حدا بأولاك قوة عظمى احنا عارفين صحيح مين اعترض معلوم معلوم مين الغبي اللي أوهم نفسه أنه أمريكا انتهت كقوة عظمى مين الإعلام التافه والمعلقين التافهين اللي عم يكزبوا عن الناس حول قوة أمريكا وجبروت أمريكا ومصير أمريكا مين تكرم عينك بس أنا مخصني إذا ما بقى استضفوك هذه الامبراطورية تتآكل إن عنوين المنظومة الأمريكية بل هيبتها في خطر يعني هي ذروة خلينا نقول بداية الانهيار فعلم أنك أمام امبراطورية كبرى في طور التقهقر أمريكا هزمت عالميا وانكسرت إرادتها وقواتها وداعا للأمبراطورية الأمريكية وبعدك بدك تكون واقعي مان صارت صارت منهارة أمريكا شي 250 مليون مرة بس بآخر شهرين ومتراجعة عقدون ومتهالكة عقدون وداعا للأمبراطورية الأمريكية وهذا الشاب حمل منديل الوداع هلأ هلأ جايت إلي واقعية وأمريكا قوة عظمة ومن الذي يوهم نفسه جمهور كامل موهوم وناطر شعوب شعوب ناطر الانتصار المظفر من لهذه الشعوب الرد الأول للجمهورية الإسلامية في إيران على اختيال العالم شهيد فخري زاد نعم إقرار قانون يسمح فيه الانتاج والتخصيب لليورانيوم إلى 20% هذه الخطوة آتت من مجلس الشورى يعني ممثلي الشعب الإيراني فبالتالي هي رسالة قوية جدا تقول أن الشعب الإيراني اليوم غاضب اليوم وتحت قبة مجلس الشورى الإسلامي ارتفعت الأصوات وكذلك التكبيرات المنجدة بمن أجرم بحق الشعب الإيراني شيء بيتشش البدنة بصوص أهم شيء التكبيرات صرخات التكبير هيدا الرد المبعد أولي يعني يعطيه شوية وقت بيصير رد زكي وإذا كبر بيصير رد ترند وخوضع ردود من هونيك ورايح مشكلة إيران بسيطة النووي مثل كل شيء يفترض يكون للناس لرفاهيتهم لمصالحهم أما أنك تزيد التخصيب وتزيد الفقر مع بعض ففي شيء غلط النووي للناس مش الناس للنووي بأقل من 600 كلمة نقل الصحافي الأمريكي توماس فريدمان بصحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بيوضح بايدن الخطوط العامة لسياسته تجاه إيران موضوع مهم بيستاهل كلام جد قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حوار مع صحفي الأمريكي توماس فريدمان بصحيفة نيويورك تايمز إن أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وأضاف بايدن أنه إذا حصلت إيران على قنبلة نووية فإن ذلك سيشكل ضغوطا هائلة على السعودية وتركيا ومصر وغيرها للحصول أيضا على أسلحة نووية وأكد بايدن أن واشنطن وبالتشاور مع حلفائها ستشارك في مفاوضات وستتابع الاتفاقيات التي من شأنها تشديد وإطالة القيود النووية لإيران ومن شأنها أيضا معالجة برنامجها الصاروخي الحقيقة بايدن قال أكتر بكتير من هيك أو أكتر بشوي خليني أقول من هيك اللي تجاهلته قناة الجزيرة من كلام بايدن حول التفاوض مع إيران هو الجملة الأهم هذا اللي ممرأ بخبر الجزيرة صحيح حكي عن مفاوضات لفرض قيود إضافية على الاتفاق النووي صحيح أنه حكي عن البرنامج الصاروخي إنما لما قالته الجزيرة أنه قال بالحرف معالجة أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن بالحرف بالنص وبيقول أنه هذه المفاوضات حول هالنقاط تشمل جيران إيران العرب ولسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الجملة لمقالتها الجزيرة مهمة لعدة اعتبارات مهمة أولا لأن مرة جديدة تكشف موقف قطر المتواطئ مع إيران واعتداءات إيران على أمن المنطقة وبالتالي ما كان بناسبة إلا أنه تخفي هالعبارة من كلام بايدن تانيا هالعبارة بتكشف عن عطل أساسي بمقاربة واشنطن لدور إيران بالنسبة لبايدن وإدارة بايدن بحسب اللي هو قاله لفريدمان أن المصلحة الوطنية الأمريكية الكاسحة تتمثل في إعادة السيطرة على برنامج إيران النووي وتفتيشه بالكامل هون الأولوية وأن تطوير إيران لسلاح نووي يشكل تهديد مباشر للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وللنظام العالمي للتحكم بالأسلحة النووية يعني معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبيقول بايدن هناك الكثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة وجميع الأشياء الأخرى حطوا كلهم مع بعض الشلفة التي تزعزع استقرار المنطقة لكن الحقيقة هي أن أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هو التعامل مع البرنامج النووي يعني شو ما حكي نووي برأيه للمدخل بالنقاش مع إيران مشكلة هذه النظرية أنه مش فاهمة تماما طبيعة دور إيران أو أنه تقارب الملف فقط من وجهة نظر المصلحة الأمريكية الخطر الأساسي بالمنطقة مش السلاح النووي الإيراني إنما السلاح التأليدي العادي حتى الصواريخ الغبية مش الزكية الموضوعة بخدمة المشروع الإيراني بالمنطقة مع انبلاج الفجر اهتزت منشآت أرامك السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية ودوت أصوات انفجارات متتالية في أرجاء أكبر منشآت معالجة الزيوت النفطية في العالم وتعتبر هذه العملية إحدى أكبر العمليات التي تنفذها قواتنا في العمق السعودي هذه صور منشآت شركة أرامك نفطية التي تم استهدفها بهجوم صاروخي من طرف الحوثيين فجر الاثنين لم تكن المرة الأولى ويتوعدون أنها لن تكون الأخيرة فقد دكت صواريخنا من نوع جدس ودلفجار وطائرات صماد ثلاثة المسيرة مدرات ومراكز عسكرية في عاصمة العدو السعودي السعودي وإمدادات النفط العالمي من ضربت بسلاح نووي ضربت بصواريخ عادية زكية مش زكية دقيقة صواريخ المسيرات الحوثية مش نووية صواريخ حزب الله مش نووية صواريخ الميليشيات العراقية مش نووية ما يزعزع أمن المنطقة هو السلاح العادي مع الأيديولوجيا غير العادية الأيديولوجيا الجهادية المتحالفة مع بعضها إن كانت شيعية بقيادة إيران أو سنية بقيادة تركية وبرجع بذكر إنه الرجل التاني بالقاعدة اللي كشف عن اغتياله مؤخرا أبو محمد المصري اغتيل بإيران يعني مقيم بإيران وإذا عم بيخطط ويدير عم بيخطط ويدير من إيران مثل ما غيره عم بيخطط ويدير من تركيا وبالتالي المقاربة الأمريكية فيها مشكلة بالأولويات بالوقت اللي إيران بعيدة عن إنتاج سلاح نووي نسبيا وبالوقت اللي الحرب الأمنية الإسرائيلية تحديدا عبر تفجير منشآت عبر قتل علماء مثل ما عم بيحكى بالصحف عم بتعقد طريق الوصول الإيراني للنووي الأخطر بيبقى هو السلاح التقليدي السلاح غير النووي والأهم والأهم الدور الإيراني بالإقليم يعني المشروع يعني شخصية الدولة شخصية النظام هذا المهم حتى بايدن بيعتبر أنه نظريته شوي مثالية أكثر من اللزوم لأن فريدمان لما سأله إذا كان متمسك بأراءه بشأن الصفقة النووية واللي عبر عنه بمقال كتبه للسي أن أن بسبتمبر الماضي قال له بعدك متمسك بهالمقال بيقول بايدن إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات يعني بيجي شيء من بعد عاد كويس لما فريدمان سأله قال له أنت متمسك بهذا الرأي قال له بايدن سيكون الأمر صعبا لكن نعم يعني بايدن بيعرف سلف أنه التزام إيران صعب بيعرف تاريخ الكذب الإيراني بالموضوع النووي بيعرف النواية الفعلية لإيران مع ذلك إيران رح تقدم كل المغريات لبايدن لا ينفذ الشيء اللي عم يحكي عنه مثل مثلا موقف الحكومة الإيرانية اللي رفض قرار البرلمان الإيراني رفع تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% مرر قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي سنه البرلمانيون في إيران ببنوده التسعة والتي ستلزم الحكومة التخصيب بنسبة العشرين بالمئة طبعا الحكومة لا توافق على مشروع القانون وتعتبره ضارا بالعمل الدبلوماسي الجاري لكن عدم الذهاب إلى البرلمان يجع فقط إلى إرشادات السلامة الخاصة بفيروس كورونا تصريحات روحاني تأتي بعد أخرى للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية في وقت سابق والتي أكد فيها أن الخطة تلك لن تغير سياسة البلاد النووية لأنها من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي وليس البرلمان بمفرده اللي عم تعمله إيران كتير دقيق كل هالضجل اللي سمعتوها شغلي كتير دقيق وكتير بسيطة من جهة في قرار عن مجلس الشورى للاستهلاك المحلي للإيرانيين قرار هدفه ترميم الهيبة بعد مجموعة من الضربات اغتيال سليماني المهندس فخرزادة التفجيرات داخل إيران الضربات بسوريا ومن جهة تانية عدم التصعيد العملي والإعلان من قبل الحكومة أنه إيران بعدها ضمن الاتفاق وضمن ضوابط الاتفاق البرلمان بيحكي أي كلام بصاعد للحكومة لا ملتزمة وأنه هذا القرار الذي صدر عن مجلس الشورى نحن ما بيعنينا القرار بالنووي هو تابع للحكومة ولمجلس الأمن القومي وليس البرلمان توزيع أدوار واحد بعلي ليمتص بالداخل واحد بيهدي ليكمل يعطي كدويات وهدايا لبايدن ما في شك أنه إيران عم تعمل مصلحتها وأكيد من وجهة نظر بايدن أمريكا عم تعمل مصلحتها ودول مثل السعودية والإمارات كمان رح تعمل مصلحتها ومصلحتها بتقول أنه الصواريخ التقليدية العادية بأهمية وخطر ما لم تكن أهم وأخطر من الصواريخ النووية كندا بتنام وفي حد بأمريكا ستة لاف رأس نووي تقريبا مع ذلك بتنام من دون قلق لأن الصواريخ مش هي مصدر القلق الصواريخ ما بتتحرك لوحدها في ناس بتحرك الصواريخ في من يقف وراء الصواريخ هو مصدر القلق أو هو مصدر الأطمئنان نهاية حلقتنا الليلة تصبحوا على حيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر